سؤال الذكر سؤال الذكر يتحفنا بنور العلم والفكر بفقه بل بتفسير بهاج الدين والذكر سؤال الذكر يتحفنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الصلاة نداء روحي عميق تستأذن النشاط الحركي في زحمة الحياة أن يتوقف قليلا فالنفس الكادحة تحتاج الوقود وترغب في استبقاء نشاطها باستثارة الروح وحالما اصطفت مع الراكعين تراجعت في القسد طاقة روحية هائلة خرج المصل بعدها نشيطا طيب النفس بيد أن أسنان الحياة وهي تدفع عقلات العمل إلى الأمام قد تذهل قليلا عن نداء الصلاة وتتراكض على المرء في لحظة حضورها أشغال شديدة الوقع فيتأخر قليلا عن شهود الجماعة ويفوته قدر من الصلاة وعند اصطفافه وقد فات ما فات يدخل في حوار داخلي حول كيفية القضاء وماذا عليه أن يفعل لرجع ما ضع وفي كثير من الأحيان يعتمد المرء على اجتهاده الخاص في الحلقة الماضية بدأنا مسيرة الاستدراك ووصلنا بالمصلي إلى الفاتحة ونكمل اليوم بحول الله تعالى ما يمكننا أن نستوعبه في هذا الموضوع ضيفنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليدي المفتي العام للسلطنة مرحبا بكم سماحة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بكم بارك عزائنا الكرام نرحب بكم أنتم أيضا ونرجو منكم أن تشاركوا عبر أرقامنا التي ستظهر على الشاشة وكذلك عبر مواقعنا وقد وصل العديد من أسئلتكم أيضا اسمحت الشيخ قبل أن نبدأ موضوع الحديث في الاستدراك الصلاة ينشط الإنسان في طلبها ويغالب زحمة الحياة في أن يتوقف من أجلها وهي تأتي خمس مرات في اليوم والليلة لتوقف حركة هذا الإنسان لكن السؤال هنا ماذا يعني أن يتوقف الإنسان خمس مرات في اليوم والليلة وماذا تعني الصلاة بالنسبة له وهو يكدح في الحياة من أجل طلب الرزق ومن أجل تقديم الخدمات للناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الإنسان وهو يعيش في هذه الحياة يتعرض لمؤثرات كثيرة هذه المؤثرات قد تتراكم عليه وتكون بمثابة الصدق الذي يتراكم على المرآة أو على الحديد ونحوهما وما أخطر هذا التراكم على هذا الإنسان فلذلك كان بحاية إلى إيقاظ الضمير وإلى شحنة روحية بين لحظة وأخرى يتزول هذه الشحنة من أجل أن يقوم بتكاليف هذه الحياة خير قيام بحيث لا يكون يعيش من أجل هذه الحياة فحسب أو يعيش من أجل رغبات نفسه وشهواتها فحسب وإنما يعيش موصولا بربه سبحانه وتعالى الذي يعلم السر في السماوات والأرض ويعلم ما يتلجي لي في صدر هذا الإنسان وما يخطر بباله في كل حين على الإنسان أن يكون مراقما لله تعالى في كل لحظة من اللحظات لأنه لو لم يراقب الله سبحانه لطغت عليك المؤثرات الكثيرة ولصرفته عن منهج الحق ونأت به عن الفطرة السوية التي فطره الله تعالى عليها وهذا هذا الادكار أو هذا الإدراك لهذه الصلة بينه وبين ربه يأتي من خلال الإبادات التي شرعتها على اختلاف أنواعها ولكن هذه الإبادات تتفاوت في مشروعيتها بتفاوت تأثيرها على الإنسان وحاجة الإنسان إليها ونحن نرى أن هذه العبادات هي من جانب كونها صلة بين العابد وربه سبحانه وتعالى هي أيضاً بمثابة الغذاء للروح ومثلها مثل الغذاء المدني فنحن نرى غذاء الأبدان يسر للإنسان بقدر ما هو محتاج إليه فكل ما كانت الحاجة إليه أدعى كان أيسراً من غيره الإنسان لا ينفك في حاجة إلى الهواء إلى التنفس إلى ما يسمى بالأكسيجين في كل حالاته سواء كان متحركاً أو ساكناً وسواء كان يقضاناً أو نائماً وسواء كان ذاكراً أو غافلاً هو بحاجة إلى الأكسيجين لا يستغنى عنه وقد يسره الله سبحانه وتعالى له من غير عناء ومن غير ثمن في كل لحظاته في نومه وفي يقضته في ذكره وفي غفلته في تعبه وفي راحته يتنفس هذا الأكسيجين بسهولة ويسر هذا من حكمة الله تعالى البالغة ثم تأتي بعد ذلك الحاجة إلى الشراب وتأتي بعده الحاجة إلى الطعام وتأتي بعده الحاجة إلى الدواء هذه كلها يسرت بقدر الحاجة فالهواء هو أكثر يسراً لأن الحاجة إليه أذعى وكذلك بالنسبة إلى الشراب تأتي مرتبته بعد مرتبة الهواء الماء يحتاج إليه الإنسان بعد الماء وهو ميسر ولكن يحتاج إلى بعض العناء وقد يحتاج إلى شيء من الثمن ثم تأتي بعد ذلك الحاجة إلى الطعام ثم تأتي بعد ذلك الحاجة إلى الدواء وهكذا وكذلك بالنسبة إلى العبادات التي هي غذاء روحي نجد أن الله سبحانه وتعالى يسرها بقدر الحاجة إليها فكل ما كانت الحاجة إليه أدعى كان ميسراً ذكر الله تعالى يمكن أن يكون على لسان العبد أو على قلبه في أي وقت سواء كان يجهد في العمل أو كان مرتاحاً على سرير النوم أو كان في مكتبه على كرسي يمكنه أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يغفل الذكر الله الحاجة إلى ذكر الله حاجة مالغة ليكون الإنسان موصولاً بالله سبحانه وتعالى وقد يسر الله هذا الذكر والصلاة هي من أهم الذكر هي ذكر منظم وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فيها مظاهر القضوع والخشوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى فالإنسان تتنوع حالاته فيها بين قيام وقعود وركوع وسجود وفي كل حالة من هذه الحالات نوع جديد من أنواع مثول بين يدي الله سبحانه والقضوع له وتأتي الألفاظ التي يمتق بها في الصلاة لتهزى النفس المشرية تهزى وتوقظها من سماتها وتذكرها بما لا لله سبحانه وتعالى من حق وتذكرها بالمصير الذي ينقلب إليه فالإنسان عندما ينطق بالتكبير حالما يدخل في الصلاة لا ريب أن تكبيره لله تعالى يوقظ في نفسه مشاعر متنوعة بحسب حالته هو فإن كان هذا الإنسان من ذوي الوجاهة والقدر والشان كأن يكون حاكما أو يكون صاحب منصب أو يكون صاحب مال أو يكون صاحب جاهد بين الناس لا ريب أن هذه التكبير التي ينطق بها توقظ مشاعر نفسه وتنبه بأن الكبرياء لله سبحانه وتعالى وحنه وليس له أي شركة في هذه الكبرياء فما لأحد من الناس أي شركة في الكبرياء الكبرياء لله تعالى وحنه وعلى الناس جميعا أن يخضعوا لله تعالى وينقالوا له ويتواضعوا لجلاله ومن تواضعهم لجلال أن لا يستعلي بعضهم على بعض فبهذا يتواضع ويتطامن فلا يستعلي على أحد من خلق الله تعالى أنه يشعر أنه عبد من عباد الله وأنه أحوي ما يكون إلى الله وكذلك الاستعادة تذكره بالحرم الدائرة بينه ومين الشيطان ليكون على يقظة من مكائن الشيطان وليكون قادرا على التنبه لهذه المكائن وكذلك ما يأتي به في التلاوته للفاتحة الشريفة من ذكر كل من ذلك يذكره بالله واليوم الآخر يذكره بعظمة الله ورب العالمين أي كل ذرة من ذرات الكون هي مرموبة لله تعالى تتجلى فيها عظمته ويتجلى فيها كبرياء ويتجلى فيها سلطانه ويتجلى فيها تنبيره فهذا الإنسان يكون باستمرار موصولا من الله وبهذا أن ما يؤدي الصلاة على هذا النحو لا ريب أن هذه الصلاة تسقل روحه وتهذب أخلاقه وتوقظ ضميره وتعرض به إلى المقامات الأولى لأنه يشارك الملأ العلى في البثول بين يدي الله سبحانه والأبقيان له ويخرج من صلاةه وهو على غير الحالة التي كان عليها من قبل لأنه تزون شحنة إيمانية جديدة فهذه الشحنة الإيمانية تجعله يتفاعل مع الكائنات الأخرى تحت شعار العبودية لله سبحانه وتعالى وهذا ما يعنيه الحنيث الشريف عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا جاريا غمرا ينغمس فيه كل يوم وليل خمس برات أيبقى من درانه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس وهذا التمثيل لأجل التقريم كما ضرب الله تعالى مثلا لنور المشتات التي فيها بصباح إنما ذلك من باب التمثيل ولفنور الله تعالى أجل وكذلك أثر الصلاة أكبر ولكن هذا من باب التمثيل فالنهر إنما يصفي ظاهر المدن والصلاة تنظف ماطن الروح وشتان بين المدن والروح وشتان بين الظاهر والماطن ولذلك كان الإنسان بحاجة إلى هذه الصلاة التي تذكره بالله وتوصله بالمقام العالى على الإنسان ولحن نرى في كتاب الله تعالى ما يدل على أثر الصلاة في سلوك الإنسان وفي فكره وفي حياته كلها كم من آية في كتاب الله تعالى تدل على ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن عاقمة هذه الصلاة أنها تذكي في الإنسان الروح التقوى بها عند تجعله من المتقين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونجد أيضا أن هذه الصلاة تسقل فطرة هذا الإنسان حتى تنقيه من آثار جبلة يمل عليها الناس فالله تعالى يقول إن الإنسان قلق هلوعا إذا بسه الشر جزوعا وإذا بسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم نائبون ويبين الله سبحانه وتعالى أن السهوة عن هذه الصلاة وعدم القيام بها حق القيام هو الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يطرع في هذه الحياة حتى ولو أداها لكن إن كان يؤديها على غير الوك المشروع وهو ساهد على لا يكون لها أي أثر وهذا مما يؤدي به إلى الطغيان فالله تعالى يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع يتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كان السياق الكلام يقتضي أن يقول فويل لهم ولكن بدلا من مجيء بالمضمر جئ بالاسم المظهر وكان هذا الاسم هو المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لأجل التنبيه أن السهوة هم عن الصلاة والذي أدى بهم إلى كل ذلك أدى بهم إلى التكذيب بالدين ودعا اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين إلى ما تبع ذلك من آثار سجيئة تكون في طبيعة هذا الإنسان اللهم استعب هذه المقدمة الضرورية بالفعل تشهي النفوس بعد ذلك حتى تستقبل المعاني المتعلقة بالاستدراك الآن نقف مع فاصل قصير ثم بعد ذلك نطلب من الإخوة الأكارم أن يشاركوا أيضا بأسئلتهم في معاني الاستدراك ومسائلهم سؤال بكر ملحمة ونهر خيره يجري سؤال أهل بكر أهلاً ومرحباً بكم عزائنا الكرام مرة أخرى في موضوعنا الذي يتحدث عن الاستدراك في الصلاة نستقبل المكالمات ثم بعد ذلك نبدأ مسائلنا بحول الله الأخ سعيد البوسعيدي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال دكتور سيف الحمد لله الأخ سعيد أهلاً بكم ومرحباً كيف حال سماحت الشيخ أحمد الحب بالله بارك الله فيكم بس لو سمحت ممكن سؤال فضل الله أخ سعيد بس لو يعني دخلت على الإمام ولقيته يعني في التشخيل الأول نعم أيوة فضل فدخلت واستدركت الركعتين لا يعني فاتتني هل عندما أقوم أكبر أول شيء تكبيرة الإحرام أو بعد ما أنهي يعني أكبر تكبيرة الإحرام أو أجلس يعني بدون تكبيرة الإحرام بس أكبر وأجلس وسلم يعني أنت بعد ما يسلم الإمام تسأل الآن عن قيامك أيوة عندما تقوم تسأل هل تكبر تكبيرة الإحرام يعني أكبر أيوة نعم طيب إن شاء الله ستستمع إلى الإجابة الأخ سعيد شكرا جزيلا لك أخ خلفان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وبركاته الحمد لله نشكر الله الله يبارك فضل أخ خلفان نشكركم على هذا البرنامج الطيب الله يبارك فيك وفي ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى جميعا الله يحفظك سؤالي للشيخ الله يخليك إذا مصلي وصل للصلاة في التشهد الأخير وهو يعرف أن هذا التشهد في الإمام هو التشهد الأخير فهل يستدرك للصلاة معهم أم أنه ينتظر ويصلي لوحده سؤال جميل عندك سؤال آخر خلفان أحسن دكتور شكرا جزيلا الله يبارك فيك اسمح شيخ كنا في الحلقة الماضية قد وقفنا عند عند المصلي الذي أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة الآن هذا المصلي عندما دخل على الإمام وجده يقرأ السورة وظن أنه يطيل في قراءته فبدأ فبدأ هو يقرأ الفاتحة ولكن الإمام بعد أن انتهى بعد أن انتهى المستدرك من قراءة الفاتحة ركع هل عندما يقضي الصلاة يقضي الفاتحة يقضي السورة التي فاتته أم لا نعم على أي حال كان هو حريا به أن يستمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فاتكم فصلوا ما أدكت فصلوا وما فاتكم فقضوا في رواية فأتموا فكان حريا به بعدما فاتت الفاتحة الشريفة أن يستمع إلى القراءة ولا يأتي بالفاتحة لا يأتي بالقراءة ولكن بما أنه فعل ذلك فالله تعالى أولى بأذره وأولى بأن يتقبل منه عمله والقراءة يحملها الإمام عنه نعم طيب اسمحك شيخ من نسي قراءة الفاتحة في أي ركعة وقرأ مكانها سورة أو قرأ التشهد وركع الإمام كيف يتصرف في هذه الحالة لا بد من أن يقوم ويستدرك هذه الفاتحة التي أضعها ومن الناس من يرى أنه يستدرك ركعة كاملة ولكن نحن نأخذ بهذا أنه يستدرك الذي فاته فقط وما أتى به ليس عليه أن يؤيده وهناك رأي آخر بأن هذه الفاتحة يحملها الإمام بناء على أنه لو دخل قبل الركوع فالقراءة فالقراءة بما فيها الفاتحة الشريفة يحملها الإمام هذا رأي جمهور من الأولماء بل رأي جمهور الأولماء ورأي قلة من أصحابنا نعم اسمحت شيخ الإنسان يريد أن يدرك ركعة كاملة مع الإمام خاصة أننا نتحدث الآن عن الركعة الأولى بعد وسننتقل إلى الركعات الأخرى إن شاء الله فيركع الإمام وهو بعد لا يزال يقرأ الفاتحة يحاول أن يسرع فيها حتى يدرك الإمام وهو راكع ما المقدار الذي يسمح فيه للمصلي أن يواصل قراءته بغية إنهاء الفاتحة والإمام راكع ومتى يعتبر مدركا للركوع إذا لم يقبل الإمام من ركوعه وهو بعد لم يركع يعتبر مدركا للركوع إذا أدرك ركوع المصلين ولم يدرك ركوع الإمام هل يعتبر مدركا للركوع وصلاته ترتبط بالصلاة الإمام لا بالصلاة المصلين طيب إذا أدرك الإمام وهو في حالة الارتفاع من الركوع هنا مثلا يدخلها الاجتهاد ولكن على أي حال إن احتاط وعاد هذه الركع فذلك خير طيب ماذا سمحت شيخ لو فاته الركوع ودخل مع الإمام في السجدة الأولى ما الذي يقضيه في هذه الحالة؟ هناك كثير من العلماء قالوا بأنه لا يلزمه إلا أن يقضي ما فاته دون ما أتى به ولكن الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدخول على الإمام والدخول على المصلين وقال ولا تعدوها شيئا يعني تلك الركعة لا تعد شيئا وعلى هذا فإنه يستدرك الركعة بأسرها نعم يستدرك كاملة طيب البعض يعود بنا بعض الإخوة الذين كتبوا إلينا في الفيسبوك والتويتر يعود بنا إلى النية عندما يعني يأتي المصلي وقد فاته من الإمام بعض مع الإمام بعض الركعات هل هناك نية معينة يستحضرها؟ يستحضر أنه يصلي مع الإمام ما أدرك ويقضي ما فاته ويقضي ما فاته هذه النية التي وينوي بذلك أداء الإمامة التي فرضها الله تعالى عليه نعم طيب عندما يدخل المصلي سمحت شيخ في الصلاة وقد فاتت فركعة هل سيدخل بنية الإتمام أم القضاء وماذا يترتب على النيتين؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء هل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته؟ أو ما أدركه هو آخر صلاته؟ فإن كان ما أدركه هو أول صلاته فإنه يتم صلاته أي يجعل ما أدركه مع الإمام هو بداية الصلاة ويتم مع ذلك الصلاة بعد أن يسلب الإمام فهو عندما يقوم للاستدراك إنما يتم ما تبقي عليه وأما من يقول بأن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته فإنه ولا ريب فإنه ولا ريب من يقول بأن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته فإنه في هذه الحالة يقوم قاضياً لما فاته وقد رد كثير من العلماء الخلافة في هذه المسألة إلى الخلافة في رواية الحديث الذي جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بنفط ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وجاء بنفط ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قالوا بأن القضاء هو الإتيان بالعمل بعد مضي وقته بحيث يستدرك هذا العمل بعدما مضى وقته سواء كان وقتاً زمانياً أو وقتاً عملياً والذين رأوا أول على رواية الإتمام قالوا بأن الإتمام قالوا بأن الإتمام يعني الإتيان ببقية العمل الذي لم يأتي به فهو أدرك أول عمله والإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن رواية فقضوا ورواية فأتموا ليس بينهما أي فرق لأن القضاء هنا لا يلزم أن يكون هو القضاء القضاء المعروف في اصطلاح الفقهاء فألفاظ الشارع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على المعنى اللغوي ولا تحمل على المعنى الشرعي إلا إذا كان الإصطلاح الشرعي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كمثل الصلاة والصيام والحي وأمثالها وأما ما استلح عليه من معنه صلى الله عليه وسلم فلا يحمل على ذلك وفي الإصطلاح الشرعي في معنى اللغوي والإصطلاح الشرعي الذي جاء في القرآن وجاء في الأحانيذ القضاء نفسه ومعنى الأداء لا يفرق بين القضاء والأداء كما في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض لا يعني بقضاء الصلاة هنا الاتيان بها معنى مضي وقتها استدراكا للفائد وإنما يعني القضاء الاتيان بها أداء فلا يفرق بين الأداء والقضاء حسب مصطلح المصطلحون من معنى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحمل على ذلك ما يأتي من ألفاظ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وإنما استدل الإمام السالبي رحمه الله تعالى على أن ما لم يدركه مع الإمام هو أول صلاة وأن ما أدركه هو آخر صلاة استدل لذلك بقوله وما فاتكم فالفوات دليل على أن هناك جزء من العمل من أول العمل لم يدركه هذا المصلي فهو يأتي بهذا الفائد استدراكا ومعنى ذلك أنه يقوم بالقضاء وتظهر فائدة الخلاف بين المثمين في عدة أمور منها لو أدرك الركعة الثالثة من المغرب مثلا ماذا يفعل؟ لو أدرك الركعة الثالثة لا ريب أنه يقعد مع الإمام ويتشهد مع الإمام ولكن معنى ذلك ماذا يصنع؟ هل يأتي بالركعتين متواصلتين أو يفصل بينهما بتشهد بحيث يتشهد ثلاثة مرات التشهد الأول كان متابعا فيه للإمام فحسب والتشهد الثالث هو التشهد الأول بالنسبة إليه والتشهد الأخير هو التشهد الذي هو قبل السلام هذا بناء على ما أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وأن ما يأتي به من بعد إنما هو آخر صلاته كما هو المعهون وعندما يقول بأن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وما يأتي به إنما يأتي به استراكا للفائد وقضاءا له يقول بأنه بعدما يقعد للتشهد مع الإمام والإمام يتشهد التشهد الأخير يقوم لأداء الركعتين وبعد ذلك يأتي بالركعتين بغير أن يفصل بينهما بتشهد لحيث لا يتشهد إلا مرتين ومثل ذلك ما لو فاتت هذا الإنسان الركعة الأولى مثلا لو فاتته الركعة الأولى ماذا يصنع؟ هل بعد القيام يؤمر أن يقوم بعد أداء هذه الركعة يؤمر أن يقوم ليصل إلى المكان الذي أدرك الإمام فيه؟ أو يقعد هذا مما وقع فيه الخلاف بين الأولماء بناء مبني على هذا الخلاف نعم بناء على هذا الاختلاف نفسي نعم مزاكة من ضخير سمحة الشيخ نأخذ مكالمات أخرى الأخ ناصر الهاشمي نعم أخ ناصر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك الأخ ناصر عندنا سواد اليوم يمكنهم صدر العشاء عشاء الآخر فالمؤدن هو الإمام في دفع الوقت فأصير بنزيف في ينفر فراح إلى إعاة الوضوء في هذات الأثناء الجماعة الموجودين في المسجد أحد قال يريد يصلي على منتظار الإمام والمؤدن وفي جماعة قالت له نحن ننتظره لبيت وضع ويعيد الضوء وغيرك فجماعة قال الجماعة ذي قدعت برة في الصرح المسجد وقامت الصلاة عدة الصلاة يعني العشاء قامت الصلاة وصدرت فما عن الجناعة اللي جاسين داخل عليهم أنهم يروح يصلي معهم برة أو أنهم ينتظروا الإمام ويصليوا مع الإمام طيب هذا كله تم قبل الصلاة قبل أن تقام لو تكرمتم عندي شكوتان الشكوة الأولى النوم في الصلاة النوم عن الصلاة اليوم سمعت الشيخ أشتكي إليكم القيل حاضر في بلدنا الكريم يعاني النوم عن الصلاة لا سيما صلاة الفجر والصلاة الوسطى وللأمانة أنقلها إلى سماحتكم ينامون حتى كبرس كبار ناضجين وآباء وأمهات ينامون عن صلاة الفجر إلى درجة أن حضرت إلى مسجد أذنت وصليت ولا أحد صلى معي وأنا أعتبر هذا مأساة نعاني منها وانعدمت التربية على الصلاة والحث من الآباء لأبنائهم وانعدمت القدوة من الآباء لأبنائهم النصيحة للصلاة طيب هذه الشكوى الثانية لأخ عبد الله أساس الوقت الشكوى الثانية الدعاء أين الدعاء لأننا بحاجة للنصيحة سمحت شيخ نحن بحاجة للنصيحة وأين الدعاء لأننا الدين النصيحة كي لا ينطبق علينا مقولة صلاح الدين لأيوب رحمه الله عندما قال من هذه الخيمة أتينا الخيمة التي نامى أصحابها نعم والسلام عليكم وعليكم السلام شكرا 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 جزيلا لأخ عبد الله وشكرا على غيرتك نأخذ مكالمة أخرى أيضا لأخ حيثم المسروري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته لأخ حيثم الدكتور نعم الحمد لله نشكر الله أهلا بكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بكم الله بارك شكرا خيثم تفضل مدين سؤالين في حالة دخل المصلي إلى المسجد وينوي صلاة الظهر العسر قصرا نعم ووجد جماعة تصلي وو لا يدري مع الصلاة التي يقوم صلاة فيها فيها لكل وقت هل هي الظهر أو العصر هل يخل معهم يعني ولا ينتظر وهل هم يصلوا القصر أو وطن يعني فهذا الاشياء لي طيب واضح لك عندك سؤال آخر لأخ شكرا شكرا جزيلا الله يبارك فيك لأخ سيف العوفي أيضا نعم السلام عليكم شيخ سيف وعليكم السلام وحتو الله وبركاته مساءكم الله وبركاته أهلا بك الأخ سيف الحمد لله تمحت شيخ كيف حالك نحمد الله ونشكره بارك الله فيك الله يكرمك تفضل الله أخ سيف شخص من كبار السن وهو رجل أمي كان يستدرك الصلاة مع الجماعة وعندما يسلم الإمام يقوم لتكملة ما بقي من صلاته ولكنه يبدأ من حيث انتهى ولا يبدأ من حيث ما بدأ أول الصلاة بحيث يكمل ما بعد التشهد الأول وليس ما قبل التشهد فما حكم صلاته هل السؤال واضح شيخ سيف؟ يكمل ما بعد التشهد الأول نعم مثلا أضربك مثال على ذلك طيب استدرك في صلاة العشاء في الركعة الرابعة وبعد أن سلم الإمام قام هذا الرجل لتكملة ما بقي من صلاته ويبدأ من الركعة الثالثة نعم عندما يقوم وليس من الركعة الأولى التي فيها السورة الفاتحة والسورة فما حكم صلاته يعني هو ما يعتبر الركعة الرابعة هي الركعة الأولى بالنسبة له؟ لا ويكمل يعني من الركعة الثالثة يبدأ الإكمال وليس من الركعة الأولى نعم يعني يبدأ أن يكمل صلاةه من الركعة الثالثة التي هي الفاتحة وحدها وليس يبدأ من الركعة الأولى الفاتحة ومعها السورة سؤال الثاني تعقيب إذا شخص صلى شخص مسافر وصلى مع جماعة مثلا صلاة الرباعية صلاة الضغر واستدرك في التشاهد الأخير فصلى مع مركعتين وبعد ذلك يسلم واكتشف بعد ذلك أن الجماعة هذه تصلي وطن هل يعيد صلاته قبل ان شاء الله شكرا لك شكرا جزيلا لأخ سيف أسأل أخ سيف البوسعيدي يقول في من دخل على الإمام وهو في التشهد الأول عندما يسلم الإمام يقول هل يقوم ليكبر تكبيرة الإحرام هذه على كل حال القضية فيها نفس الخلاف الذي ذكرنا نحن نعم ذكرنا الخلاف في أن ما أدركه مع الإمام هل هو أول صلاة أو هو آخر صلاة نعم فبناء على أن ما أدركه الإمام وآخر صلاة لا يحتاج إلى أن يقوم بتكبيره هذا هو المشهور بناء على هذا القول بخلاف القول قول من قال بأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاة إذن هي لا تسمى تكبيرة الإحرام إنما تكبيرة القيام تكبيرة الإحرام لا بد من أن يحرم في قيام هو ربما اشتبه عليه نعم ولربما يظن البعض أنه يؤجل تكبيرة الإحرام بعدما يسلم الإمام كيف يؤجل تكبيرة الإحرام بعد سلام الإمام إذن لا صلاة إذن ما دخل في الصلاة إن لم يكبر تكبيرة الإحرام ربما يفعل بعض الناس ذلك جهلا وقد تطرقنا إلى أيضا في حلقة الماضية الأخ خلفان يقول من دخل على الجماعة وجدهم في التشهد الأخير هل يدخل معهم أم ينتظر حتى يصلي بنفسه لماذا ينتظر أموم الحنيث عن نبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما من أدوات الأموم نعم وهو يؤمر أن يدخل مع الإمام على أي حال جميل نواصل أسمحة الشيخ طيب بالنسبة للقول الذي يقول بضرورة أن يقوم الإنسان للتكبيرة التي فاتته مع الإمام التي تسمى الوثبة ربما أين موقعها من أحكام الصلاة هل هي ركن أم سنة أم لا ليست كم من الأركان نعم لا نستطيع أن نضيف ركنا نعم لكن هذه من تكبير الانتقال نعم جميل هي قوم الانتقالية لا نستطيع أن نقول بأنها ركن جميل في الحالة هل يسلم وهو واقف حيث أدرك الإمام أم يقعد للتسليم الأولى أن يقعد هكذا لأن مكان التسليم القعود للقيام نعم طيب نأخذ شيئا من التفصيل سمحة الشيخ في من فتته ركعة مثلا مع الإمام وأدركه في الركعة الثانية ما الخطوات التي يقوم بها حتى يدرك الركعة كاملة نعم على أي حال يؤمر أولا أن يدخل بتكبيرة الإحرام القول يعني فعل العوام أو فعل الجهلة الذي لا يكبرون تكبيرة الإحرام هو باطل لأنه لا صلاة إلا بتكبيرة الإحرام لا بد من تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الإحرام يدخل في القراءة يستعيذ على القول الصحيح لأن الاستعاذ مشروعة للقراءة وليست لأجل بداية الصلاة نعم على القول الصحيح يستعيذ عملا بقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرعيم ويقرأ الفاتحة مع الإمام ويستمع إلى الصورة مع الإمام أو إلى ما زاد على الفاتحة الشريفة ثم يركع مع الإمام ويسجد ويأتي بكل الأعمال التي جاء بها التي يفعلها الإمام يأتي بكل الأعمال التي يأتي بها الإمام إلى التسليم إنما يبقى لا يسلم ويقوم للاستدراك وعندما يقوم للاستدراك يأتي بالفاتحة الشريفة تكبيرة الإحرام كبرها أول الأمر فهو ليس بحاجة إلى أن يعيد تكبيرة الإحرام لأنه كبرها وإنما يأتي بالفاتحة الشريفة ويأتي أيضا إذا كان الصلاة جهرية بالسورة مع الفاتحة الشريفة ثم يركع ويأتي بالسجدتين وبعد أن يتم السجدتين يقوم لأنه أدرك الإمام في حالة القيام هذا بناء على قول من قال بأن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاة وليس هو أول صلاة ثم يقعد ويسلم نعم جميل وإن عاد التشهد فليس عليها فإن قرأ التشهد جاز له يؤيده إن عاد التشهد قبل السلام فليس عليها حرات حتى لو قرأه سابقا يمكن أن يعيده طيب سمحت الشيخ هنا مسألة فيها تفصيل نوعا ما وسأطرحها ببطء إن شاء الله من أدرك الإمام في التشهد الأول عندما وقف في الصف كبر الآن بعد تكبيرته هل يجلس ليلحق الإمام في التشهد الأول بتكبيره؟ لا يجلس بدون تكبيره؟ بدون تكبيره إلا على رأي لبعض العلماء بأن التنقلات كلها تحتاج إلى تكبير هو الرأي موجود نعم طيب إذا جلس هو وقام الإمام وهو بعد لم يشرع في التشهد هل يواصل هو قراءة التشهد؟ لا 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 يقوم مع الإمام مباشرة طيب إذا قام مع الإمام مباشرة في هذه الحالة هل يقضي التشهد الأول؟ نعم يقضيه يقضيه نعم طيب سمحت شيخ إذا كان الإمام سهى عن التشهد الأول وأدركه المأموم في الركعة الثالثة فهل على المأموم أن يأتي بالتشهد الأول أم يتبع الإمام؟ الإمام سهى عن التشهد الأول نعم وعلى الرايح من سهى عن التشهد الأول جبر التشهد بسجود السهو وبما أنه ما كان ناقلا مع الإمام في ذلك الوقت فإنه يأتي بالتشهد الأول يأتي به نعم جميل سمحت شيخ من دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة؟ وأنا أستأذن الإخوة الكرام هذه الأسئلة كلها أيضا جاءت عن طريق الموقع ولكن نحب أن نطرحها بهذا التسلسل من دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة؟ وبعد تسليم الإمام من الصلاة التبس عليه ونسي من أين دخل مع الإمام؟ ماذا يفعل؟ يعمل بما تيقن ويحتاط لما لم يتيقن إذا كان هو لم يدري هل دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة؟ فإنه يعتبر أنه دخل معه في الثالثة ويستدرك الثانية التي فاتت نعم طيب ماذا لو سلم المستدرك ناسيا وتذكر بعد أن التفت عليهم الإمام بالدعاء؟ نعم يقوم ويأتي بما عليه ويسجد لسهوه ولا عليه حرج كما لو سلم من الركعتين نعم المسافر سمحت شيخ الذي يدرك المقيم في التشهد الأخير هل يصلي أربعا أم اثنتين؟ بما أن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام إن دخل في أي حال على الإمام فليصلي صلاته عليه أن يتم على المسافر إن صلى خلف المقيم عليه أن يتم لأنه صلاته مرتبطة بصلاة إمامه نعم ربما في نصف دقيقة سمحت شيخه ماذا لو أدرك الإمام في صلاة الجمعة وهو يقرأ التشهد الأخير؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بناء على مدلة عليه الحليث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطع الشمس فقد أدرك الصلاة بناء على ذلك هل من أدرك ركعة من لم يدرك ركعة يصليها جمعة أو يصليها ظهراء بناء على هذا الخلاف وقع خلاف بين الأولماء منهم من قال إن لم يدرك ركعة مع الإمام فعليه أن يصلي أربعة نعم ماذا ترجحون سمحت شيخ؟ لو أخذ أحد بهذا الحديث الحديث يعني هو ظاهر قوي لو أتمد هذا الحديث في ترجيح هذا الرأي نعم كزاكم الضخير سمحت شيخ أعزائنا الكرام لا تزال هناك مجموعة من المسائل متعلقة بالاستدراك بالإضافة إلى الإخوة الذين سألوا أيضا عبر اتصالاتهم والشكوة التي تقدم بها بعض المتصلين أيضا وكل ذلك بحول الله تعالى مع مسائل أخرى هذه المرة ستدخل فيما يتعلق بالسفر والجمع وغيرها من الأمور التي قد يقع الإنسان أحيانا في أزمة أمام اتخاذ الرأي الذي تعلمه وعرفه قبل ذلك في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتر العام للسلطنة شكرا لكم سماحة الشيخ بارك الله بكم نشكركم أيضا عزائنا الكرام ونلقاكم إذن كما وعدنا بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة